موسيقى محاضرة مباشرة بعد أن خلصوا محاضرة توفى طبعاً الخبر نفى محمد راتب النبلسي نفسه من الدوحة في فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك ربطوا كمان عنوان المحاضرة حسن الخاتم مضبوط يعني الناس ربطت فيها ويعني إضافت الدراما لشوية الأخبار هي لطلعة الإشاب الكثير يعني غريب مراتاً كيف لوحد بنفي خبر موتو كثير شفناها يعني ومؤلم جداً تنفي خبر الشخص إيش الخبر الثاني الخبر الثاني كمتعلق بخبر مقتل فتاة بجامعة العلوم التكنولوجيا في أحد المواقع الإلكترونية نشر صورة قال إنها صورة أخر صورة الفتاة والما تتوفى صورة سيلفي مع صديقة إلها طبعاً الصور كانت غير صحيحة الصورة مأخوذة من أحد المتديعات المختصة بنشر صور ملابس خاصة بالمحجبات طبعاً المزج بالخبر أنه صورة غير صحيحة أصلاً أنه ما كان في الموقع عنده أي احترام لحرمة الميت أو لمشاعر أهل الفتاة التي قتلت في جامعة لما قرأت أن هذه الأخبار صحيحة أنه كان نفسي يكون موضوع أنه خبر مثلاً نفي مقتل الفتاة بس هو الخبر المحزن فعلاً هو أنه فعلاً هذه الفتاة عندكم أي تفاصيل عن هذا الموضوع؟ أنه في كثير كانت الأخبار تنتشر حول أسباب القتل نعم أغلبية الأخبار بيكون فيها مقتل فتاة أنت بتحكي مقتل يعني فيه جريمة يعني ليس جريمة جريمة قتل كثير تنتشر أخبار وناس بيصير تألف عن أسباب القتل هو حسب مصرح ذوي الفتاة أنه قتلها عمها اللي كان بتعطى مواد مخدرة فكان أنه فيه نقاشات في العائلة حول موضوع أنه لازم أنه يبعد عن المخدرات فكانت البنية تتشارك في الحوار مع عمها فعمها هدد بقتلها وقتل كمان ناس من أفراد الأسرة بسبب أنهم منصحون يبتد على المخدرات فكان قتلها بدافع أنه المخدرات ومش بأي دافع ثاني بس الغريب أنه في المواقع الإلكتروني اللي بتحط هكي صور يعني ما بتعرف أنه مثلا فيه محاسبة قانونية وقضائية لأي صورة لأي شخص ممكن ما يكون هو نفسه نعم هو يفتر أنه الأخبار يعني غير أنه فيه يعني دافع أخلاق لعدم نشر الصور مفروض فيه كمان دافع قانوني أنه ممنوع نشر صور حتى لو كانت الصور الشخص هو نفسه حتى التفاصيل يعني مش بس الصورة أي تفاصيل تتعلق بالموضوع خسن مقتل فتاة بصير الناس تألف وتحط أسباب من عندها يعني والموضوع حساس يعني بحد ذاته مزبوط فهونا لازم يكون فيه دقة كبيرة في موضوع جرائم القتل خصوصا إذا كانت متعلقة بصور أو متعلقة بيعني متعلقات يعني تفاصيل القضية نعم نعم وعجلون مليئة بالمناظر الخلابة يعني بنصح لكل بزيارتها أنا هذا الكندي أحكي لك يعني عجلون فيها بنلاقي مثل هذه المناظر يمكن بس ما فيها شلال بس فعليا بنلاقي هذا الخضار وهذا الجمال موجود ويمكن أحلى كمان أكيد أشكالي أن هذه الصورة مش موجودة في الأردن أصلا هي موجودة في لبنان هي في كهف اسمه باتار في لبنان نعم يعني اللي يحط هذا الخبر يعني يريد تكمل معروفه وحط يعني صورة حقيقية عشان ينشر السياحة أكيد ويعني أصلا في كتير عندنا مواقع أو خلال نحكي حسابات متخصصة في نقل الصور السياحة الأردنية يعني بالمناطق السياحية كلها تعالنا بالأردن فبقدروا يأخذوا منها يعني اللي حط هذا يعني ممكن يأخذوا منيح الظلمة أو اللي حطت هذا البوست بس ممكن يأخذوا الصور الصحيحة الصحيحة يعني أناك تشفت كما أنه في ناس أجانب بحاول يروجه سياحيا للأردن عن طريق حسابات خاصة لمناظر وصور في الأردن طيب خلنا ننتقل لآخر موضوع وهو حافلة المعتمرين الخبر اللي تداولون بارح عبر صفحات المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي عن معتمرين أردنيين عملوا حادث في سعودية طريق المدينة المنورة هذا الحادث تحول من منشور لخبر ويعني ضرب المملكة كاملة بشكل عام هذا الخبر شو بتحكيني عنه؟ في البداية هو خبر انتشر بساعة الليل عن حادث على طريق التبوك لحادث معتمرين أردنيين بعض المواقع نشرت أنه تسوفيات وبعض المواقع نشرت أنه 19 وفاء الإشكالي أنه الخبر تطرع غير صحيح والمصادر تأخذت أنه غير موثوقة يبتدت أنه في حسابات على الفيسبوك نشرت خبر يعني البداية كانت عبارة عن أشخاص عادياً ليس مواقع إلكترونية هم نشروا على صفحات الفيسبوك أغلبية المواقع بررت بعدين أنه أخذتها من حسابات سؤولية نشرت أنه في حادث لما تعملوا أردنيين فعلياً كان الأولى خصوصاً في حالة حادث كبير وفاء أنه تتأكد من المصادر الرسمية وزارة الأوقاف وزارة الخارجية وفي بعض المواقع زادت أنه السفارة الأردنية في الرياض تتابع الموضوع السفارة الأردنية بالرياض نفت أصلاً أن نكون عندها علام بالموضوع خطورة الخبر مثل هيك أنه سبب يعني رعب وخشية عندي كثير من أهل المهارين خصوصاً أن الفترة هاي فترة يعني فترة موسم للعمر فيعني لازم تأكد مرة أمر تنقل من الشرع وكيد كان الناس اللي إلهم يعني عادي يفكروا أنه كل العائلات اللي أهله هلأ عم بعملوا عمره أكيد سببهم هذا الموضوع رعب يعني صار يفكروا بالموضوع الحمد لله أن الخبر طلع يعني خبر غير صحيح حازمة طقاطقا بنا نشكرك وانت من فريق صح خبرك على الأخبار صححة النية نشكرك والسبوع المقبل إن شاء الله ملتقي شكرا الله